حزبيا الآن لكن خارج حدود الوطن حيث قام مؤخر وفد عن حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة الأمن العام للحزب مصطفى الباكوري بزيارة لبورما والتقى هناك الأمنة العامة لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية زعيمة المعارضة محمد الوهيبي خلال هذا اللقاء تم تداول الأوضاع والتطورات التي عرفها البلدان في ظل التحولات الإقليمية والتعريج على دور المعارضة في المغرب التي أدحى تتوفر على صلاحيات واسعة ونافذة في ظل الدستور الجديد وتحديات التفعيل المنطب الحكومة وكذا انتظارة المواطنين المغاربة من جهتها زعيمة المعارضة البورمية أبدت اهتماما كبيرا بالدستور الجديد وبما جاء بهم المقتضيات اللقاء شكل مناسبة لطرح القضايا المرتبطة بالمجال الحقوق والعدالة الانتقالية ونموذج تجربة المغرب من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالح والمحاكم الإدارية ومؤسسة الوسيط وكذا مدونة الأسرة وإقرار حقوق المرأة ودسترتها والحفاظ عليها وتحقيق مكاسب أخرى كما تم إدراج الوضع الاقتصادية المغربية والتدابير الموجب اتخاذها لتفادي تأثير الأزمة العالمية على اقتصاد المغرب والاستراتيجية المسطرة للتعاون جنوب جنوب وبالدور الاستراتيجي الذي يلعب المغرب في شتى المجالات بصفة عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي الذي سيترأسه بداية شهر دوجنبير المقبل كما عبر أمين عام حزب الأصالة والمعاصر عن قلق الحزب لما يطال الأقلية البرمية المسلمة من حرمان من الحقوق الأساسية والاعتداءات خصوصا سقوط قتلى بالعشرات خلال الأيام القليلة الماضية رئيسة حزب الرابط الوطني للديمقراطية والحائزة على جائزة نوبل للسلام أبدت إعجابها بالتطورات الحاصلة في المغرب متمنية أن ترقى الديمقراطية في بلادها إلى ما تحقق في المغرب من مكتسبات والانتقال من حكم متصلت في بلدها إلى حكم يمكن البرميين من العيش في أمان وسلم وكرمة